أطلق سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات وزراعة مشروع تشجير في منطقة ديار المحرق تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار بحلول عام 2035 وقال الوزير المبارك أن هناك عدداً من المبادرات لزيادة التشجير في المملكة وتحفيز كافة الأطراف للمشاركة ضمن مشاريع الحكومة بالتعاون مع القطع الخاص مشيراً إلى أن تشجير منطقة ديار المحرق يأتي كأحد مبادرات القطع الخاص المهمة في هذا الجانب وأكد المبارك أنه تم تحديد أصناف الأشجار التي سيتم زراعتها ضمن مختلف المبادرات حيث تم اختيارها نظراً لمناسبتها لظروف مملكة البحرين المناخية وانخفاض استهلاكها للمياه مشيداً بتعاون شركة ديار المحرق وتفاعلها مع الوزارة في تنفيذ المبادرات الخاصة بالتشجير وكانت شركة ديار المحرق قد استضافت سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة لإطلاق مشروع تشجير ديار المحرق بحضور المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعدد من مسؤولي الوزارة وتم خلال الجولة التي قام بها الوزير استعراض مخططات التشجير التي سوف تنطلق في ديار المحرق إضافة إلى التقنيات والأدوات الزراعية التي سيتم اعتمادها للحفر والزراعة وشبكات الرأي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر